غادر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نايب القائد الأعلى النايب الأول رئيس مجلس الوزراء بحفظ الله ورعايته اليوم المملكة العربية السعودية الشقيقة بعد زيارة رسمية لها التقى سمو خلالها بالقيادة السعودية وأجرى سمو بحفات تناولت العلاقات المتميزة والتاريخية التي تربط مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة ودعم وتعزيز التعاون والتكامل بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات إضافة إلى استعراض مجمل التطورات الإقليمية والدولية والقضايا موضع اهتمام البلدين الشقيقين بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء إثر مغادرته الرياض برقية شكر وتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة هذا نصها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظه الله ورعاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسرني وأنا أغادر المملكة العربية السعودية الشقيقة أن أتقدم لكم بخالص شكر والتقدير على ما لقيناه والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة خلال زيارتي للشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية التي أكن لها كل التقدير والمحبة كما أود أن أعرب لكم عن اعتزاز بلدين الشقيقين على ما تحظى به العلاقات بينهما من كريم الرعاية ووافر الاهتمام الذي تولون بذله إلى جانب أخيكم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين حفظكم الله والذي كان له عظيم الأثر فيما تشهده هذه العلاقات من تعاون وتنسيق مشترك في مختلف المجالات ويطيب لي أيضا أن أعرب عن اعتزازي بدور المملكة العربية السعودية بقيادتكم الحكيمة في دعم المسيرة المباركة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وتكيد دور المجلس نحو تحقيق المزيد من أسس وأليات التكامل فيما بين دوله الشقيقة والأشيد كذلك بالجهود المخلصة للمملكة الشقيقة نحو تعزيز اللحمة ووحدة الصف لمواجهة كافة التحديات التي قد تهدد سلامة وأمن منطقتنا وتنال من مكتسبات أمتنا العربية والإسلامية كأمة خير وسلام ومحبة وإنني إذ أكرر خالص الشكر والتقدير لأسأل الله جلت قدرته أن يحفظكم ويمتعكم بموفور الصحة والعافية وأن يحقق لشعب المملكة ما يصب إليه من رفعة وتقدم وازدهار بظل قيادتكم الحكيمة ودمتم سالمين موافقين سلمان بن حمد الخليفة وليلعهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء كما بعث صاحب السمو الملكي وليلعهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء برقية شكر لأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز السعود وليلعهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة هذا نصها الأخ العزيز صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز أل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسروني وأنا أغادر بلدي المملكة العربية السعودية الشقيقة أن أبعث لسموكم ببالغ الشكر والامتنان على ما أحطموني به من حفاوة وحسن الاستقبال وكرم الضيافة الأصيلة الذي قبلت به والوفد المرافق أثناء زيارتنا ولما لمسناه من سموكم حفظكم الله من اهتمام كبير بدعم العلاقات البحرينية السعودية وأهمية الانتقال بها نحو آفاق جديدة تتناسب ومتطلبات المرحلة الراهنة وأن أعرب كذلك لسموكم العزيز عن شكر مملكة البحرين على ما تلقاه من الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية من دعم ومساندة متميزة في ظل ما يربط بلدين شقيقين من علاقات أخوية وتاريخية تحظى باهتمام ورعاية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز السعود عاهل المملكة العربية السعودية حفظهم الله كما أود بهذه المناسبة أن أشيد بدور المملكة الشقيقة وتبنيها المخلص لكل جهد من شأنه أن يسهم في تعزيز اللحمة ووحدة الصف على المستويين العربي والإسلامي سائلنا الله تعالى أن يمدكم بعونه وتوفيقه وللمملكة العربية السعودية الشقيقة المزيدة من التقدم والإزدهار ودمتم سموكم سالمين موافقين أخوكم سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد النائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء هذا وبعث سموه برقية شكر إلى أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز السعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة هذا نصها الأخ العزيز صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز السعود حفظه الله ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسرني وأنا أغادر بلدي المملكة العربية السعودية الشقيقة أن أتقدم لسموكم الكريم عن بالغ الشكر والتقدير على ما شملتمني به والوفد المرافق من حفاوة بالغة ورعاية كريمة خلال زيارة لبلد المملكة العربية السعودية الشقيقة متطلعا إلى المزيد من فرص الالتقاء بسموكم الكريم كما أود أن أعرب عن اعتزاز مملكة البحرين ملكا وحكومة وشعبا بما يربط بلدين الشقيقين من علاقات متميزة تشهد على الدوام المزيد من التطور والنماء في ظل ما تلقاه من رعاية واهتمام من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية حفظهم الله وأنني إذ أكرر شكري وتقديري لأسأل الله جلت قدرته أن يحفظ سموكم ويمتعكم بموفور الصحة والسعادة وأن يحقق للمملكة وشعبها الشقيق ما تصب إليه من رفعة وتقدم ودمتم سموكم سالمين موافقين أخوكم سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء